أيضا من ضمن القضايا اللي دايما بتكون على جدول المباحثات المصرية الروسية القضايا الفلسطينية يعني هناك إشادة من الجانب الروسي بجهود مصر في المصالحة الفلسطينية الفلسطينية هل ترى أنه يعني الدور الروسي يعني هو بالشكل المأمول منه فيما يتعلق بالقضايا الفلسطينية ولا المساحة التي تتحرك فيها روسيا في هذه القضية مساحة محدودة مقارنة بالدور الأمريكي هو الحقيقة أنه لا يجب أن نحمل روسيا يعني ما لا يمكنها تحمله وأيضا نفس الموقف بالنسبة لدولة مثل الصين لأنه كلا البلدين هما عضوان دائما في مجلس الأمن وروسيا لها دور تاريخي فيما يتعلق بالقضايا الفلسطينية والموقف من إسرائيل عموما يعني لا يجب أن نتجاه الحقيقة أنه في 67 الاتحاد السوفيتي كان داعم بشدة للجانب المصري والعربي وفي 73 نفس الموقف ولكن نحن بصدد مشكلة الجانب الأمريكي مصر على الانحياز بالشكل اللي احنا كلنا عارفينه لطرف بعينه ويعني المساعدات الأخيرة اللي تقررت لإسرائيل تقريبا بواقع 38 مليار دولار غير المساعدات السنوية بواقع 4 مليار والتصرفات الأحادية اللي اتخذتها إدارة ترامب سواء فيما يتعلق بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وإلغاء الدعم عن الأنر وإلى آخره احنا بنأمل في المرحلة القادمة وأعتقد أن الجانب الروسي في هذا يعني مستعد للتعاون إلى المدى الذي يطلبه الجانب العربي عموما والفلسطيني بشكل خاص أنه يتم قدر الإمكان احتواء الأثار السلبية للموقف الأمريكي ويمكن شوفنا أنه دول البريكس الخمس بما فيها روسيا بطبيعة الحال رفعوا دعمهم للأونر وإلى 18 مليون دولار لكل طرف بجانب طبعا دول أخرى ويعني من المؤكد أن الرئيس محمود عباس بيعاول كثيرا على الموقف الروسي اللي هو موقف داعم تاريخيا للحقوق الفلسطينية